حضرك شفت ده زي كلام حضرتك يعني وثامة على سدرنا وكلام سعادة الريس وثامة على سدرنا كلنا الحقيقة احنا فرحنين وفرحنين عشان انت فرحنين وعشان الشعب المصري فرحان وعشان يعني الحقيقة سكتنا كل الالسنة كل من هاب وده بتكلم فالحمد لله احنا يعني اثبتنا عمليا قدرة الرجال الرجال المصريين والسواعد المصرية والعقل المصري انه هو فعلا نعبر من هذه هي كانت ازمة الحقيقة كانت ازمة لان السفينة كبيرة جدا كان وضعها الحقيقة داخل جابت والحتة كانت صخرية المقدم السفينة كان داخل في الضفة الشرقية والضفة الشرقية كان فيها صخر حقيقة بالعقل وبالصبر وانا يعني فعلا انا كنت متابع يعني الناس اللي شغالة في الموقع بحكم الزمالة كان انا كنت حاس روحه المعنوية عالية جدا كانوا في منتها التفاؤل كانوا الحقيقة حتى روح المرح ما غابتش عنه فالحقيقة كان الواحد من اطمنه كان سعيد وحصل فعلا حصل انا يعني عاوز اقول لحضرتك حاجة انا كنت مع روسيا اليوم وقالوا لي لأ سيادة الليوة دي المركب رجع التاني لوضاعها الاصلي رويترز قالت كده قلت لهم اطلاقا انا قدامي من ولادنا في القناة بيقولوا ان المركب في محور قناة السويس ومبحرة وبمكيناتها ودي الحقيقة فالحمد لله رب نرد على كل المشككين اما بقى الموضوع التاني اللي حركتك اتكلمت فيه اللي هو البدائل البدائل ده بنسمعه من زمان سواء البديل اللي هو الاقليمي طريق الشمال من خلال روسيا او الخط التجاري عن طريق ايران لاوروبا عبورا بروسيا واخيرا بقى اللي بيتقال عن نقل البضايا عن طريق اجدود الات هل البدائل دي كلها ممكن ان هي فعلا تغني عن قناة السويس او تكون بديلة لقناة السويس اطلاقا اطلاقا وهم عارفين كده كويس حضرات 18 الف حاوية حركة عاوزين كم قطر عاوزين كم عربيت قطر وعاوزين وقت قد ايه وعاوزين جهد قد ايه وتكلفة قد ايه السفينة بتعدي في 12 ساعة في قناة السويس وبنوربة الشرق والغرب في أسرع ما يمكن يعني والتكلفة معقولة جدا السلاك الوقود بيقل كتير قوي بدل ما تكلفة حولين رأس رجاء الصلاة الحقيقة كل ده ازاي كل ده يعني حركة 18 الف حاوية على سفينة واحدة بتروح من الشرق للغرب حركة كم قطر او كم عربيت قطر عشان ينقله كمية البضايع دي وكمية الحاوية دي سواء بالنسبة للكلام على الخط الاقليمي او خط الشمال اللي هو بين الصين وبين روسيا وايران وسط اوروبا حضرتك تعتقد انه انها لا يمكن لا يمكن تحتاج ظرف مظروف تكون بداء القناة السويس اقتصاديا يستحيل كلام حركة مظلوط اقتصاديا استحالة بيفكرهم طبعا يعملوا قناة تانية قناة تانية احنا عندنا بقالنا اكتر من القرن من الزمان خبرة في القناة ورجالتنا ومرشدينا وامكانياتنا يعني لا صعب بقى حركت ابني قناة تاني وحتى فوقنا على بنا ما في وقت من الاوقات سيادة اللواء حضرتك بالنسبة لقدرات القناة البعض لما حصلت الازمة قال ان ربما احنا يعني سمحنا بعبور سفينة زي السفينة خاصة بأيفر جرين وهي يعني الاعماق عندنا لا تحتمل هذا الغاطس او هذه المساحات رد حضرتك على ده ايه وازاي القناة السويس بتحافظ على قدرتها وبتطور بتتطور مع تطور احجام وسعة السفن التجارية ونقلات البترول وغيره طبعا يعني هو كان غاطس سفينة كان 18 متر عنق القناة في المنطقة دي 24 يعني احنا نزلين لحد 24 متر ولو فيه سفن تانية هتتبني بغاطس اكتر من كده هننزل اكتر من كده حضرتك احنا برضو حضرتك لو تتذكر اللي هو عملية ازدواج القناة بس ده تم في الشمال الحقيقة فدنا جدا دلوقتي علشان خاطر سرعة ان احنا المراكب المحتجزة نعرف نمشيها في التجاهين ونعرف قفلة الجنوب وقفلة الشمال والحاجات الحمد لله يعني يعني حضرتك دول القناة السويس الجديدة او ازدواج القناة هو ده اللي سمح ان احنا ننهي سريعا ازمة السفن اللي كانت عالقة كان عندنا مئات السفن عالقة في قناة السويس لو لا الازدواج الجديد لم نكن نجحنا في انهاء الازمة بشكل سريع خلاص انا الحقيقة العدد الباقي مش مش في زاكرتي او مش قدامي اندام انا اعتقد انه تقريبا خلاص يعني تقريبا خلاص الحمد لله كل السفن المحتجزة عدت وهي فضلت لي فضلت لانها كانت على ثقة تامة ان فعلا الموضوع هيتحل وان شاء الله حيعدوا القناة بسلام وحيرحوكاتكم الحمد لله